نستكمل سوياً أمثلة على العمليات الجبرية على الدوال ونشوف المثال اللي قدامنا ده لو أنا افترضت أني عندي ده اللي اسمها Q of X الـ Q of X هي عبارة عن حاصل اسمة F5 على F6 يبقى أحط الشكل العام بتاعها يكون جزر واحدة X اللي هي F5 على جزر واحد ناس X اللي هي F6 طب المجال في الحال دي يسوي إيه؟ المجال هيسوي مجال البسط اللي هي المجال الده للأولى تقاطع مجال التانية مع عدى أصفار المقام ما عدى أصفار المقام من المقام؟ المقام بتاعك هو مين؟ هو F6 طيب لو نفتكر مع بعض أن مجال F5 تقاطع مجال F6 كان عبارة عن الفترة المغلقة من ناقص واحد إلى واحد مغلقة من ناحيتين طيب ما عدى؟ ما عدى مين؟ أصفار المقام المقام عندي جزر واحد ناس X إمتى يسوي صفر؟ لو الـ X تسوي كام؟ واحد طيب لما شيل واحد ده من الفترة دي يبقى تديني من عند الواحد فترة مفتوحة لكن من عند السالب واحد فترة مغلقة ده كان الأمثلة اللي على العملية الجبرية الأربعة الأولى اللي هي الجمع والطرح والضرب والإسمة العملية الخمسة وهي تحصيل دالتين لو أنا عندي ده اللي اسمها F of X وده اللي أخر اسمها G of X فكلمة التحصيل معناها تحصيل تأثير كل من الأسنين معنا اللي هي الـ F على الـ G تأثيرهم على مين؟ على المتغرر اللي اسمه X وبرمز لها برمز يا إما F في سيركل G يا إما G سيركل F يعني إيه F في سيركل G أو G سيركل F هتفرق؟ هو مين الأقرب للـ X هنا؟ الجي يبقى شوف تأثير الجي الأول رقم واحد وبعد كده أشوف تأثير الـ F عليهم إيه؟ لكن هنا الـ F هي الأقرب للـ X يبقى شوف تأثير الـ F الأول وبعد كده تأثير الجي طب هم اللي تنين هيفروق أقول على وجه العموم F في سيركل G تأثيرها على الـ X لا يساوي G سيركل F على الـ X يعني إيه على وجه العموم؟ يعني ممكن يحصل التساوي لكن عموما عموما يعني في أغلب الأحيان لا يحدث تساوش نشوف إزاي أجيب التحصيل F سيركل G بنعمل إيه بقى؟ أول حاجة عشان أتخلص من علامة السيركل دي أقوم عامل إزاحة للأقواس شايف القص ده؟ ييجي قدام مين؟ ييجي قدام الجي والقص ده يتحرك لبعد الـ X هتبقى F على G of X وكأننا في الـ F of X بتاعتي هشيل كل كلمة X وحط مكانها G of X طيب بعد كده بعمل إيه؟ بعوض عن كل X في الدلة F of X بمين؟ بـ G of X الخطوة الأخيرة إن أنا أشيل G of X وحط قيمتها بتسوي كيانا العكس لو بجيب F G سيركل F هعمل إيه؟ ده القص ده أحركه أجيبه قبل الـ F والقص ده أجيبه بعد مين؟ بعد الـ X وبتاتي بقى G على F of X وكأن عملت إيه بقى؟ وكأن شلت كل X في الـ G of X وعوضت عنها بكام بالـ F of X بعد كده بعد كده أشيل F of X وحط قيمتها بتسوي كام؟ نشوف مع بعض أمثلة على الكلام ده بقول لي أوجد F1 سيركل F3 وF6 سيركل F5 وF2 سيركل F2 هو أنا ينفع أجيب تحصيل الدلة مع نفسها؟ أو ينفع هنشوف مع بعض كده F1 سيركل F3 أول خطوة عملنا إن أنا الأقواص دي وده هعمل لهم إزاحة وشيل علامة السيركل أهو عملت لهم إزاحة وشلت علامة السيركل بعد كده F1 F1 كانت بتسوي كام؟ كانت بتسوي جزر X يبقى أشيل كل X وحط مكانها F3 هتبقى جزر F3 الخطوة الأخيرة أشوف بقى F3 وحط قيمة لو تفتكروا مع بعض F3 كانت X زائد 1 يبقى أشيلها وحط قيمتها هتبقى جزر X زائد 1 طيب لو عايز F6 سيركل F5 أعمل إيه؟ أول خطوة القصين دول أعمل لهم شفت والغي مين؟ والغي السيركل تبقى شكلها إيه؟ فشكلها F6 على F5 الخطوة اللي بعد كده أجي في F6 شكلها إيه؟ وأشيل كل X وحط F5 هي كان شكلها واحد ناقص X يبقى أشيل X وحط مكانها F5 F5 الخطوة الأخيرة أشيل F5 وحط قيمتها لو تفتكروا كانت F5 عبارة عن الجزر التربيعي الواحد زائد X هتبقى الجزر التربيعي ده أهو الواحد أهو الناقص أهو واشيلت F5 وحطت قيمتها لها جزر التربيعي الواحد زائد X طيب إزاي نجيب تحصيل اتدلة مع نفسها نفس الخطوات بالضبط أول خطوة أن أنا هعمل إزاحة للأقواس القص ده أهو أعمل إزاحة هتبقى F2 على F2 الخطوة اللي بعد كده هاجف F2 واشيل كل X وحط مكانها F2 F2 كانت بتساوي إيه كانت بتساوي الجزر التربيعي الـ X تربيع دي كانت بتساوي الجزر التربيعي لـ X تربيع زائد واحد يبقى أنا هاجع على كل X تربيع دي واشيل كل X وحط مكانها F2 بقيت F2 لكل تربيع زائد واحد الخطوة الأخيرة أن أنا أشيل F2 وحط قماتها طب F2 كانت بكام كانت بجزر X تربيع زائد واحد يبقى الجزر زي ما هو والتربيع زي ما هو كل اللي هعمل لنا أشيل F2 دي وحط قماتها كانت بجزر X تربيع زائد واحد عايز تسيبها كده عايز تشطبها تخلصها التربيع يخلص الجزر ده وبتاتي بقى الجزر التربيعي لX تربيع زائد واحد زائد واحد دي اللي هي X تربيع زائد واحد وزائد واحد ده اللي هو ده وبالتالي النتج في النهاية هيساوي الجزر التربيعي لX تربيع زائد اثنين ترجمة نانسي قنقر